السلام عليكم كل امتبعين قناة عزيزي ربكم بخير انا عدل والي ودي قناة شوارع ومعالم اسكندرية موضوع حلقتنا اليوم عن ايه؟ موضوع حلقتنا اليوم عن اشهر واعرق الاندية في اسكندرية بل في مصر كلها نادي اصحاب الجياد ونادي سموحة نادي اصحاب الجياد ونادي سموحة اللي امامكم اللي اتنين مشتركين في مدخل من شارع 14 مايو اللي امامكم جزء اللي عليه السهم الاول ده جزء نادي اصحاب الجياد والمساحة الكبيرة الاخرى لنادي سموحة نادي اصحاب الجياد يعتبر من اقدم الاندية الموجودة في جمهورية مصر العربية تم انشاؤه سنة 1933 نادي اصحاب الجياد يعتبر نادي رياضي اجتماعي ولكن الاهتمام الاكبر لي بالفروسية وركوب الخيل نادي سموحة ايضا صاحب المساحة الكبيرة من النوادي العريقة في اسكندرية في مصر تم افتتاحه او انشاؤه سنة 1949 نادي سموحة ايضا من النوادي الشهيرة والعريقة في اسكندرية وفي جمهورية مصر العربية اتمنى لو حضراتكم اول مرة تتابعونا ياريت تشتركوا في القناة ده شرف لينا فعلوا زر الجرس على تشون كل جديد عن اسكندرية يوصل لكم الاهم ما تنسوش الاعجاب بالفيديو من الاسفل موقعهم فين نادي الجياد ونادي سموحة احنا كده موجودين في منطقة سموحة نادي سموحة بيعود تأسيسه او انشاؤه لرجل اعمال اليهودي جوزيف سموحة من يهود بغداد طبعا في ناس علاقيتلي على كلمة يهود العراء لا هو صحيح يهودي من يهود بغداد رجل اعمال وصناعة من الدرجة الاولى لما اخذ الارض من وزارة الاوقاف او من الملك كحق اندفاع مدى الحياة وجفف بحيرة الحضرة اهدى للنادي الارض اللي هي حاليا موجودة وكان اول رئيس للنادي هو جوزيف سموحة طبعا من اشهر من تولوا رئاسة النادي مؤخرا فرج عامر طبعا حاليا رئيس النادي وليد عرفاط نادي سموحة مكانه فين هو نادي الجياد احنا حاليا في منطقة سموحة على شمال الصورة البحر على شمال الصورة سيد جابر على يمين الصورة ترقة المحمودية القديمة على يمين الصورة حاليا مشروعة او طريق شريان الامل على شمال الصورة حاليا طبعا فيه شارع 14 مايو او شارع المدرية على يمين الصورة طبعا العمير المرصوصة جنب بعضها ده مشروع جديد اسمه مشروع بيتك في النادي ممكن تكون سمحتوا عنه في الاعلانات معظم العمير اللي فيه او اللي احنا بتصوروا منها كلها رقبة نادي سموحة ونادي الجياد طبعا امامنا خلف هذه العمير لو قلنا كده الممر او شايفين كده الممر اللي تحت الشريط ده دي رملة لزي مدمار الخيل خاص بنادي اصحاب الجياد لمسابقات الخير والتدريب على الفروسية وتدريب النشأ للهواء والمحترفين بيفصل نادي سموحة عن نادي اصحاب الجياد زي بقيت لكم الشريط الشجر ده الشجر المبين النادي والنادي احنا كده امامنا فرقة المحمودية القديمة اللي هي حاليا شراء الامل عزب طبعا العزب والى الناصر لأحمد ابو سليمان خلف العمير اللي امامكم فيه طبعا الضهرية فيه بكوز فيه غبريال في الرمل الى الناصر لمنطقة فيكتوريا على يمين الصورة طبعا فيه عزب حجازي الى الناصر لأحمد ابو سليمان ايضا على يمين الصورة الطريق الزراعي اسكندرية القاهرة الزراعي نادي سموحة يعتبر من اغلى طبعا لو تسألونا عن العضوية والاشتراكات هقول لك يا سيدي نادي سموحة من اغلى الاندية في مصر في جمهورية مصر العربية في الاشتراكات وصلت حاليا اعلى او اكتر من 500 الف جديد ويقال والله اعلم اللي هي وصلت لي المليون والله اعلم بس حكاية ال 500 الف دي ان شاء الله رقم مؤكد ان عضوية نادي سموحة عدت ال 500 الف جنيه نادي اصحاب الجياد ايضا من الاندية الشهيرة جدا في اسكندرية ولكن يأتي خلف نادي سموحة في الشهرة نادي سبورتنج بالرغم ان نادي سبورتنج هو اقدم من نادي سموحة في الانشاء يعني نادي سبورتنج تم افتاحه في عهد الخديوي توفيق سنة 1890 طبعا دي دي رياضة البولو بيتم ممارسة الرياضة من اعلى ظهور الخيول لعبة الامراء والسلاطين لعبة قديمة جدا لعبة عريقة جدا زي ما تشوفين امامكم بيتم الرياضة او اللعبة من اعلى الخيول لعبة البولو نادي سبورتنج يعتبر اقدم من نادي سموحة نادي سبورتنج تم افتاحه سنة زي ما تقول الف تسعمية الف تمنمية وتسعين اا افتتحه الخديوي توفيق بعد ضرب اسكندرية بحوالي اا تمن سنين طبعا اسكندرية كانت مولعة والخديوي توفيق كان بيفتتح اا نوادي رحمة الله على الجميع لعبة البولو اللي امام حضراتكم بعبارة عن تمن خيول لفريق اربع خيول ده المدمار بتاع الخيول ده مدمار الخيول لنادي اصحاب الجياد طبعا للتعلم للسباء للهوالي للمحترفين للنشق هذا المدمار هذا المدمار خاص بنادي اصحاب الجياد طبعا الفيصل ما بين النادي والنادي زي ما طولكم الاشجار ايضا يأتي في النوادي ايضا في نادي الاتحاد السكندري وفي نادي الاولمبي لكن اضوية نادي اصحاب الجياد اه غالبا ستة وتلاتين الف جنيه من ما بين ستة وتلاتين الف لم بين اتنين واربين الف في السنة. ما بين ستة وتلاتين الف لاتنين واربين الف جنيه في السنة. نادي اصحاب الجياد. هي هتبقى اضعهم بقى نادي الاتحاد السكندري ونادي الاولمبي ونادي الصيد. ولكن اه يبقى نادي سموحة ونادي اصحاب الجياد ونادي من اشهر اه من اشهر النوادي العالم. نادي سبورتنج اتمنى نكون اسعدناكم داخل نادي اسموحة ولادي اسموحة مدخل من لي مكان اخر في برج العرب الجديد فلو طوله امرك رايح جاي جاي رايح بجوار نادي سموحة ونادي الجياد طوله امرك كان نفسك تشوف الدنيا جوا عامل ايه احنا جبنالك نادي سموحة ونادي اصحاب الجياد لحد عندك هتلبي بتاعك وقعد قدام الشاشة وتفرج على نادي سموحة ونادي اصحاب الجياد ولكن ما تنسناش الاعجاب بالفيديو من الاسفل ولو لسه مشتركتش عندنا شرفنا اشترك في القناة اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى